طالبت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني من المؤسسات الصيدلانية إداع كل ترخيص نقل المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقلياً إلزامياً عبر الأنترنت وذلك قبل إداع الملف الإداري بنسخته الورقية على مستوى المصالح المعنية بالوزارة وكما جاء في بيان الوزارة فإن الإجراءات الجديدة تندرج ضمن إطار رقمنة القطاع وتعزيز الرقابة الإدارية التقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقلياً